تراجع تدريجي في تأثيرات المنخفضة الجوي الخمسيني وانخفاض على درجات الحرارة يوم الاثنين التفاصيل بعد قليل تراجع تدريجي في تأثيرات المنخفضة الجوي الخمسينية وهي الرياح الجنوبية الغربية النشطة الارتفاع على درجات الحرارة وأيضا الموجات الغبارية في مناطق واسعة من المنخفضة الجوي الخمسيني لكن اعتبار مساعات ليل الأحد على الاثنين تبدأ تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي الخمسيني ويبتعد تماما هذا المنخفض الجوي الخمسيني يوم الاثنين لكن تنخفض درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم الأحد نستعرض الآن وإياكم هذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع القادم يوم الأحد تأثرنا بهذه الكتلة الهوائية الدافئة المرافقة لمنخفض الجوي الخمسين ارتفعت درجات الحرارة بشكل نلموس بالتزامن مع نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للموجات الغبارية لكن سريعا خلال ساعة ليلة الأحد على الاثنين تبتعد هذه الكتلة الهوائية الدافئة مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي حيث تهب على مملكة رياح غربية تعمل على انخفاض على درجات الحرارة يوم الاثنين يبتعد تماما هذا المنخفض الجوي الخمسيني لكن تتأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأبرد من التي سجلناها من خلال أيام الماضية تعود وتنخف الدرجات الحرارة لتكون أقل أو حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يسود تقص برد نسبيا في الجبال يكون لطيف إلى ماء للدفئ في منطق الأغوار البحر الميت والعقبة لكن يوم الثلاثاء تعود وترتفع مجددا درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقص لطيف في أغلب مناطق المملكة توقعات تجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تبقى الأجواء مغبرة مع تسع درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة سبع درجات مئوية الرطوبة مرتفعة والرياح تستمر غربية معتدلات السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات تجوية لثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة مع عودة التقص المستقر 13 إلى 8 درجات مئوية يوم الثلاثة ترتفع درجات الحرارة لتكون 17 إلى 12 درجة مئوية وتعود وتنخفض مجددا مع انتشار لكمية من الغيوم يوم الأربعات التي ستعمل على هطول بعض الزخلات من الأمطار 15 درجة مئوية كحرارة معما الصغرى 7 درجات مئوية نظم الآن ونستعد وإياكم تفاصيل حالة جوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية نبدوها شمالا المفرق 15 إلى 8 إربط 16 إلى 9 وعجلون 16 إلى 9 أيضا ونفس الحرارة والأجواء في جرش المنطقة الوسطى أيضا تنخفض درجات الحرارة الزرقاء 15 إلى 9 البلقاء 14 إلى 8 عمان 13 إلى 8 ومأدبه 14 إلى 9 والبح الميت 23 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 15 إلى 10 الطفيلة 14 إلى 9 الشراه 13 إلى 8 معان 18 إلى 11 والعقبة 24 إلى 17 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 9 نفس الأجواء والحرارات في الصفاوي أما رويشة 17 إلى 6 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر